ابني عنده خمس سنوات وبيتبول على نفسه وخاصة أثناء النوم هو عنده خمس سنين حتى لو دخلته الحمام بعد ما ينام بساعة طيب هو الحقيقة أنه خمس سنين العمر ده من المفترض أنه يكون أطقن تماما مهارة التحكم الإرادي في التبول والتبرز المفروض أنا بقولي المفروض لأن العمر ده خلاص إحنا بنبدأ تعليم الأطفال هذه المهارة من بعد نهاية العام التاني خلاص يعني لما يتم سنتين نبتدي نعلمهم وإحنا قلنا في حلقات سابقة أن هذه المهارة بتستغرق حوالي ثلاث شهور ده في الحد السريع جدا أو ممكن تستغرق ست شهور وقلنا أن طول السنة التالتة دي ما بنديش للطفل الشهادة بتاعت التخرج أو شهادة النجاح لأنه بيكون معرض لأنه ممكن يحصل بعض السقطات أو بعض الحوادث أن الطفل يعني يفقد التحكم أو ما إلى ذلك وقلنا ده في ظروف معينة أن الطفل قدر الله عيان تغيير مكان النوم أن فيه استرس بيتعرض له الطفل والاسترس طبعا بتاع الطفل غيرنا يعني الاسترس ده ممكن يكون أنه هو ابتدى يروح حضانة مثلا أو أنه انتو غير طوله سريره مثلا يعني تمام طيب إنما خمس سنين لا خمس سنين لابد بقى من مراجعة طبية ليه لأنه مفترض أن الطفل ده اتعلم خلاص تمام وأنا الحقيقة مش عارف هنا من السؤال يعني هل هو كان متحكما ثم فقد التحكم خلاص في هذا العمر ولا هو من ساعة ما بدأنا تعليمه لغاية دلوقتي اللي هو بقى عنده خمس سنين لسه مش متحكم أغلب الظن والحقيقة أن أنا بقول أغلب الظن أنا يعني بقول ظن مش بقول تأكيد النصيغة السؤال بتقول أنه لم يتحكم يعني لم يتحكم لغاية هذا العمر يعني اللي هو نقدر نصيغ السؤال ونقول إيه ابني عنده خمس سنين والغاية دلوقتي بيعمل يتبول على نفسه وخاصة أثناء النوم ده اعتقادي أنا بقول اللي أنا شايفه تمام طيب هو في أسباب تخلي الحكاية دي تحصل طبعا في أسباب في أسباب مراضية وفي أسباب غير مراضية الأسباب الغير مراضية أن الطفل يكون بيكسل بيكسل يقوم يعني الطفل بقى مش عايز يقوم يعني تمام الأسباب الغير مراضية أن الطفل في مرات سابقة حاول تنبهنا يعني نده علينا أو طلب المساعدة أو كده وإحنا لم نستجيب له فالطفل خزن في عقله الباطن أنه محدش بيرد علي أو محدش بيهتم فأعمل على روحي عقله بيقوله كده دي الأسباب الغير مراضية وطبعا من الأسباب الغير مراضية أن يكون الطفل ما تعلمش أصلا بس هو أنا بقولكو أن الفترة العمرية دي أو المرحلة العمرية دي لا المفروض أن يكون خلاص تعلم خمس سنين طب أعمل إيه الأسباب المراضية لا إلا أسباب المراضية كتير بقى كتير قوي منها مثلا يعني إحنا في حالة زي كده أنا أقول لصاحبة السؤال مبدئيا مبدئيا لابد من إجراء تحليل بول وتحليل براز وبمناسبة تحليل البراز تحليل البراز أغلب الناس بيعملوه غلط أغلب الناس بيعملوه غلط ليه؟ لأنه مزعج تحليل البراز الصح لازم يتعامل مرتين إلى ثلاث مرات في نفس الأسبوع كلنا بلا استثناء كبار وصغيرين لما بنعمل تحليل براز لما بيطلب يعني بيبقى التحليل ده ده متقيل قوي على قلبنا الحقيقة وده متقيل على فكرة على المعامل كمان يعني بالمناسبة خلاص وبيعملوه مرة واحدة عشان كده معظم النتائج يعني فيه انت وحظك بقى ليه؟ لأن هناك بعض أنواع التفايليات والأميبة وما شابه ما بتظهرش في التحليل من أول مرة فعشان نقول إن التحليل ده تمام ما فيهوش حاجة لازم نشوف على الأقل تحليلين بره تلاتة تلاتة في نفس الأسبوع يعني بتعمل زي ما بيقولوا يعني يوم في يوم مفيش يعني يعمل تلات تحليل نحطهم كده جم ببعض ونقول ده مش غلطة معامل على فكر ورد جدا نلاقي التحليل أولاني ما فيهوش حاجة التحليل الثاني فيه حاجة أو التحليل الثالث فيه حاجة في مصر بقول بلاش تلات مرات بس على الأقل مرتين يفصل بينهم تلات أيام على الأقل ده تحليل البراز فيه أحد أنواع الديدان اسمها الديدان الدبوسية في حال وجودها خلاص قد تؤدي إلى فقدان التحكم في إنه الطفل يتبول على نفسه يعني إن الطفل يتبول على نفسه في حالة وجود الديدان دي عشان كده بنعمل تحليل البراز تحليل البول بنعمله برضه لمعرفة إذا كان هناك أنواع محددة زي ده من الأملاح في البول هي الأملاح تعمل فقدان التحكم آه لما تبقى كتيرة ولما تبقى كريستاليز زي ما بيقوله يعني إنه ممكن هذه الأملاح تكون اتكومت على نفسها كده وبقت حاجة زي الرمل فقدت إلى فقدان التحكم فيه أمراض تانية طبعا فيه أمراض تانية بس إحنا بنقول بشكل مبدأي يعني فيه حاجة اسمها automatic bladder إنه المثانة الأوتوماتيكية يعني هي لما بتملأ بتفضي على طول فيه حاجات تانية يعني فيه أمراض تانية علشان كده بنقول إيه هنبدأ بالتحليلين دول تمام اللي هو تحليل بول وتحليل بوراس لو طلع فيهم حاجة بنعالج طيب ما طلعش فيهم حاجة بنسكت لأ بنعمل حاجة اسمها يورو ديناميك ستادي أو دراسة ديناميكية التبول دراسة ديناميكية التبول دي بتبين لنا بقى وضع الجهاز البولي عند الطفل ده طلع فيه حاجة بنعالج طيب ما طلعش فيه حاجة نلجأ إلى التخصص الآخر وهو تخصص طب نفس الأطفال لأن هنا بيكون سبب المشكلة سبب نفسي وليس عضوي ترجمة نانسي قنع